وصفتنا النهاردة عجينة محشية سوسيس وجبنة موتزريلا يلا مع بعض نشوف المقدير والطريقة الزيال هنستخدم في العجينة تلات كبايات دقيق ملح معلقة كبيرة خميرة فورية معلقة كبيرة سكر وربع كباية زيت ومعلقتين لبن بودر الحشو بتاعنا يكون سوسيس وجبنة موتزريلا يلا مع بعض نعمل العجينة هنحط الديق تلات كبايات معلقتين لبن بودره معلقة كبيرة خميرة فورية معلقة كبيرة رشة ملح ومعلقة سكر كبيرة وقلبه محل معنا كباية مية دافية هبتجي احط شوية بشوية من غاية ما العجينة تلم معنا انا الزيت بحطه اخر حاجة بلمي به العجينة عشان ما تلزقش معنا ونفضل نعجن فيها حلو عشان كل ما بتعجني كل ما الفطاير تطلع هشة معيك كده خلصنا العجن بتاع العجينة وشايفين ما لمسها ناعم ازاي هنجيب هنجيب وغطيها به وهم غطيها كده بالطريقة دي اول ما تخمر هنعجنها هننقبزها مع بعض ونشوف هنعملها زي هنقطع لسوسيس عشان نعرف نستخدمه في العجينة هنقطع مثلا الواحده كده نصين العجينة خمرت معنا هنبتدي من الضحة هناخد رشة دقيقة الاول واخد جزء من العجينة هحط حبة دقيقة على الوش من فوق هبتدي افردها ممكن ان الشابة تغلي فيها كده بالدقيقة عشان العجينة ما تلزقش معاكي ومن جوه لبرا بتفردي هنجيب مع بعض ممكن نعملها الطريقتين انا هوريكم طريقة بنعمل شرايط رفيعة بالطريقة دي كده هنجيب معاكي والسوسيس معنا هاخد واحده هنجيب معاكي وهبطدي خلب الشريط على السوسيس بالطريقة ذي كده نحط ما تفرس ونحط جبنة متزرلنا معها وبالفت لفتة واحدة واقفلها كده عشان ما تفقش معي انا جبت بلتين حطيت عليهم فلفل اسود وحبة لبن وهدهن بهم الوش واسبهم يخمروا لمدة نص ساعة عشان ما يخمروا تاني طبعا ما تطلع معانا هشة وحلوة ممكن بقى نتفرقهم عن بعض جزء نحط عليه حبة الزركة وجزء نحط عليه سمسم تمام كده وده الشكل النهائي بتاعه هنسيبه يخمر شوية وبعدين هندخله يستوي وارجع لكم نقدمه مع بعض كده نكون عملنا مع بعض النهاردة عجينة العجينة محشية سوسيس وجبنا مدزر الله أتمنى وصفتنا ياريت تجربوها ومستنية كومنتاتكم تحت الفيديو كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم ترجمة نانسي قنقر